أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم نرقى بها أعلى القمم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين الذي أرسله ربه رحمة للعالمين شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً وبعد أيها الأحباب الكرام فما زلنا نقتبس من نور السيرة العطرة ما تسم به أخلاقنا وينفعنا في دنيانا وآخرتنا مع جانب من سيرة الحبيب العطرة نتعلم كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع الشباب روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون يعني متقاربون في السن فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً فظن أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم فأي رفق بعد هذا الرفق منه صلى الله عليه وسلم للشباب وأي رحمة بعد هذه الرحمة وأي حكمة بعد هذه الحكمة إن هذا الحديث الشريف يصور لنا صورة مضيئة تعكس لنا تلك المعاملة الراقية من الرسول عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الشباب الغرباء الذين أقاموا عنده عشرين ليلة يأخذون عنه العلم ويتعلمون ما ينفعهم فكان من رحمته صلى الله عليه وسلم بهم ومراعاته لحالهم ظن أنهم اشتاقوا لزوجاتهم وأهلهم فسألهم عن ذلك فلما أخبروه أمرهم بالرجوع إلى أهلهم يدعونهم إلى الله ويعلمونهم أمور دينهم كمواقيت الصلاة وغير ذلك من أحكام الأذان والإمامة وإن النبي صلى الله عليه وسلم حين تعامل مع هؤلاء الشباب بتلك الطريقة الراقية التي تشع منها الرحمة كأنه ينبه أمته إلى هذه الفضائل التي يجب أن يعامل بها الشباب فإن الشباب هم مستقبل هذه الأمة والسبيل إلى نهضتها من الشباب يكون العلماء ومنهم يكون المفكرون منهم يكون المجاهدون منهم يكون العاملون في مختلف المجالات التي تفيد الفرد والمجتمع فهم في مرحلة القوة والعمل والعطاء والبناء إذا صلح الشباب صلحت الأمة إذا فسد الشباب فسدت الأمة ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب الذي ينشأ في عبادة ربه من أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كل أولئك لا بد أن يكون دافعاً لنا إلى الاهتمام بالشباب والعناية بهم نناقشهم نستمع إلى آرائهم نربيهم تربية حسنة على العقيدة الصحيحة نحثهم على الطاعات نحذرهم من الوقوع في الزلات نعودهم على تحمل المسئولية نغرس في نفوسهم روح التسامح والوسطية والتضحية وحب الوطن ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في ذلك فإنه أمر علي أن يبيت في فراشه ليلة الهجرة وكان لا يزال علي شاباً وولّى أسامة بن زيت قيادة الجيش وكان من أصغر الصحابة سنًا بل إن السابقين الأولين للإسلام كانوا في مرحلة الشباب كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الذين عزّ الله بهم الإسلام وعزّ بهم دينه ونصر بهم نبيه ورسوله وتحمّلوا الكثير والكثير في سبيل إعلاء كلمة الله ما أحوجنا أيها الأحباب ما أحوج مجتمعنا إلى شبابٍ يتحرّى الحلال ويجتنب الحرام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يوطّن نفسه على فعل الطاعات يحافظ على العبادات يتوكل على ربي في سائر شؤون حياته ما أحوجنا إلى شباب يتحصّن بالأدب والعلم يتطلّع إلى القيادة الناجحة يتمتّع بالصدق والفطنة والأخلاق الحسنة وعلو الهمّة والغيرة على الدين يحترم الكبير ويعطف على الصغير حتى يكون أنموذجاً حيّاً يقتدي في حياته وفي تعاملاته بأعظم شخصيةٍ عرفتها البشرية معلّمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى لقاءٍ آخر في حلقةٍ قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخلاقنا عنواننا شِيمٌ لنا بين الأمم بُعِثَ النَّبِيُّ مُتَمِّمًا بِالْعِلْمِ وَالنُّورِ الْأَتَمْ يَرْقَى تَعَامُلُّنَا بِهَا إِسْلَامُنَا دِينُ الْقِيمُ كَحَيَائِنَا وَوَفَائِنَا مِثْلُ الْتَكَافُلِ وَالْكَرَمُ وَبِهَا إِذَا مَا طُبِّقَتْ تُرَعَى الحقوقُ وَتُحْتَرَمُ وَإِذَا تَعَيَشْنَا بِهَا نَرْقَى بِهَا أَعْلَى الْقِمَمُ نَرْقَى بِهَا أَعْلَى الْقِمَمُ نَرْقَى بِهَا أَعْلَى الْقِمَمُ نَرْقَى بِهَا أَعْلَى الْقِمُ نَرْقَى بِهَا أَعْلَى الْقِمَمُ نَرْقَى بِهَا أَعْلَى الْقِمَمُ